اشتركوا في القناة في عقلك وفي تفكيرك وفي تركيزك وفي مسيرتك في الحياة بحلقة النهاردة ان شاء الله اللي هي هتبقى بادرة لمجموعة من الحلقات المتفرقة اللي هنعملها الفترات الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الجنة اللي هي بقى النهاية بتاعة المؤمنين في الدار الاخرة الثواب اللي هياخدوه كنتيجة بعد ما تكون كل الاحداث المذهلة حصلت في يوم القيامة اه عايز بس اوضح مجموعة من الاشياء البسيطة ان الاخرة اللي هي المرحلة اللي جاية كلها المرحلة اللي من بعد موت الانسان ومن بعد موت البشرية بما فيها بقى يوم القيامة بما فيها دخول الناس للجنة او النار دي كلها على بعضها اسمها الآخرة الآخرة دي بقى لها مراحل أول مرحلة فيها يوم القيامة وقبل يوم القيامة بيبقى النفخ في الصور بعد يوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة من أحداث رهيبة جدا ومذهلة جدا للبشرية جمعاء هيبدأ بقى كل الفئات تتوزع على أماكنها إما إيا الجنة وإما الأنهار وإن شاء الله لاحقا لما نخلص موضوع الجنة هنبقى نتكلم عن الدار الآخرة بقى بتفصيلات يوم القيامة خطوة بخطوة لكن إحنا الوقتي هنبدأ نتكلم بعد ما كل حاجة تخلص هيبدأ المشهد من بعد ما تنتهي كل الأحداث وينتهي الميزان وتوزيع الصحف ونشر الصحف وفتح الناس على رؤوس الخلائق والأحداث المهولة المهولة فعلا اللي هتحصل في اليوم التاريخي يبدأ المشهد الآن بعد ما كله عارف هو رايح فيه بعد ما كله عارف هو رايح فيهن الناس هتتأسم اللي راحين التجنة بقى هيتأسمهم على شكلين أو على فئتين فئة الذين اتقوا وفئة المتقين فئة الذين اتقوا هيتجمعوا مع بعض ربنا بقول وسيقى الذين اتقوا إلى الجنة زمراء لاحظ أن من بعد ما الإنسان في يوم القيامة هيكون فردي يوم يفره المرء من أخيه وأميه وأبيه هيبدأ يدخل تاني في الحالة الجماعية يعني إحنا هنا في الحياة بنختبر في الحالة الجماعية إن إحنا مع الناس ومع الأسرة فبنختبر اجتماعيا لما نجي نموت ونحاسب ويوم القيامة وكل التفاصيل دي هنبقى فرديين لما الإنسان ينجوا إن شاء الله هيرجع بقى للحالة الجماعية بس فيه فرق بقى ما بين الحالة الجماعية الأولى اللي احنا كنا فقى الآن ما بين الحالة الجماعية التانية اللي هي هتبقى صفوة المجتمعات على مدار تاريخ البشر وسيقى الذين اتقوا من كل زمن ومن كل مكان على وجه الأرض هيتجمعهم ويتبقى هي دي المدينة الفاضلة اللي بيحلم بيها كل الفلاسفة على مدى العصور لن تتحقق إلا في الجنة وسيقى الذين اتقوا إلى الجنة زمرة فيه غير الذين اتقوا فئة تانية أتعل شوية اسمها المتقين المتقين حركتهم للجنة هتبقى الجنة هي المقربة لهم الجنة هي اللي بتظهر لهم نلاحظ أن حركة المؤمنين للجنة بقى من بعد ما خلاص اتحسم الأمر وأن دور كلهم داخلين الجنة فيه اختلاف في طريقة الدخول وفي طريقة الاستقبال وفي الدرجات اللي جوه المتقين بقى ربنا بيقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تقعدون لكل أواب حفيف لكن في حالة الذين اتقوا وسيقى الذين اتقوا وحتى سياقة الذين اتقوا مع بعض إلى الجنة زمرة هي سياقة في منتهى الجمال لأنهم بدأوا يتعرفهم وبدأوا يشوفوا ناس وبدأوا يشوفوا ناس بعدهم في الزمن وقبلهم في الزمن وكانوا مرافقين لهم في الزمن الحالي وهم دخلين الجنة بيوساقوا إليه وسيقى الذين اتقوا إلى الجنة زمرة أما المتقين فدول الجنة هي اللي هتزلف إليهم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من بعد ما يحصل الدخول الدخول الجنة هنا بقى فيه كلام كتير وكلام كبير لازم تحطه في دماغك علشان تسأل الله وتعمل الآن أنك توصل للأشياء دي فيه في الجنة فيه جنة المأوى فيه جنة النعيم فيه جنة الخلد فيه جنات عدن وفيه جنات الفردوس عندك ستة أنواع جنة المأوى باين من اسمها أن هي إيواء فيه جنة النعيم باين من اسمها أنها فيها أنواع من النعم وإنعام الله على الإنسان لم يراه الإنسان من قبل فيه جنة الخلد وهي الجنة التي يصبح فيها الإنسان خالدا حتى والنعم بتاعته تصبح خالدا وفيه جنة عدن ولها أبشانات تانية وفيه جنة الفردوس أو جنات الفردوس قبل ما نتكلم عن الجنات دي لأن ربنا سبحانه وتعالى من برة مسميها على بعضها اسمها الجنة وبيقول أصحاب الجنة على بعضها كده من برة لأنها جنة واحدة خارجية بالنسبة للبرة لكن من جواها هي جنات ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن دخول الجنة فيه عندك هنا نوعين من الناس غير بقى لذين التقوى والمطقين وطريقة استقبالهم فيه عندك ناس هتدخل الجنة وفيه ناس هترث الجنة إيه الفرد؟ أصلا مجرد إن ربنا يكرمك وتدخل الجنة ربنا بيقول فمنزوح زيحة عن النار وأدخل الجنة بس كده فقد فاز ده عدة مجرد إن يدخل فكل من سيدخله الجنة تائزون بس لمجرد إن هو بقى عدة من الأهوال اللي هتحصل فيدخل الجنة فيه بقى نوع تاني ده مش داخل ده عنده ورث جوه فداخل لورثه ودول بقى ربنا سمهم فأولئك هم الوارثون علشان كده سيدنا إبراهيم لما كان بيدعي كان بيقول واجعلني من ورفة جنة النعيم الورثة مش بس هدخل لأنه أنا داخل وليه مساحة جوه مكتوبة باسمي ما فيش حد هيخدها غيري لأنه أهل الجنة هيبقوا غير إنهم مستقررين فيها هيبقوا في حالة حركة في حالة حركة عشان يشوفوه أكتر وأكتر من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في هذه الجنة لكن فيه ناس فيه حتت بتاعتهم باسمهم من الآن بتتكتب باسمهم من الآن بتورث ليهم من الآن طب إيه الفرق ما بين إنك تدخل وبين إنك تارث لا فيه فرق لمجرد إنك تدخل يعني أنت معاك الحد الأدنى أمانت بالله واليوم الآخر وعملت صالحا في حياتك معاك الحد الأدنى اللي يخليك تزحزح عن النار وتدخل الجنة لكن اللي ربنا قال عليهم بقى بيرثوا الجنة الآية بتقول وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فعلى حسب كمية الأعمال ودقة الأعمال وجودة الأعمال اللي بتعملها هنا في الدنيا على حسب بقى الكمية اللي هتورثها هناك فالميراث أنت عايز هيبقى ليك مساحة قد إيه وكمية قد إيه ده أو تملكك للنعمة إنك تبقى وارثها ده بيتوقف على العمل تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون إنما يدخلهم الجنة أدخلهم الجنة أدخل الجنة ده بقى اللي كان على الأقل خالص كان مؤمن بالله ولقوة ومع ذلك ده فائز يعني ده مش قليل في حد ذاته يبقى أنت الآن حدد أنت عايز تنجو وتدخل بس ولا عايز تبقى من الناس اللي بتورث زي سيدنا إبراهيم لما قالوا اجعلني من ورثة فربنا بيتكلم أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفرداوس هم فيها خالدون ففي عندك مرتبس ما الوراثة إنك تبقى لك مكان بتاعك بعد كده بقى تعال نشوف مسائل شوية اشتراطات كده ما تفكرش في الجنة من غير ما تعد على الاشتراطات ده قبل ما نقعد نوريك الجنة دي وقبل ما ربنا يوريك الجنة دي طعمها إيه وفيها إيه معلش في شوية شروط كده الشروط دي لن تدخل الجنة بدون ما تعد ربنا بيقول إيه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم فكروا هاش كده بالظن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ده شرط اوعى تفكروا واوعى حد يفكر إنه هيدخلوا الجنة وما يختبرش الأول فربنا يرى منه ويعلم منه الله جهده وجهاده وصبره الناس بقى اللي عايشها في الأوهام ويقولك الجنة دي هتدخلها لما أنت تاخدها في الدنيا فتاخدها في الأخرة لم يرد لفظ الجنة في الدنيا مفيش مفيش حاجة اسمها جنة الدنيا لم ترد في القرآن لفظ اسمه جنة الدنيا وإنما ورد في القرآن في الدنيا حاجة اسمها الحياة الطيبة الحياة الرضيفة اللي مفعاش خبث بس هنا في الدنيا لكن مفيش جنة حاجة اسمها جنة الدنيا وجنة الاخر هي الجنة الاخر بس فيه بقى ورد لفظ جنة في القرآن في الدنيا بس مش في الدنيا في الارض لما ربنا يقول وفي الارض قطع متجاورات وجنات دي اللي هي المزارع الحضائق ربنا بيقول صاحب الجنتين لما قال لصاحبه او لاخوه انا اكثر من كمالا واعز نفر كان عنده جنتين هل معنى ان كان عنده جنتين دي ان الراجل ده كان من اهل الجنة ومنعم لا يعني عنده مزرعتين وحضائقين مليانين ثمار لكن مفيش حاجة اسمها جنة الدنيا اللي بيعيش بحاجة اسمها جنة الدنيا ده واهم ربنا بيقول ام حسبتم ام حسبتم اتفكروا بالحساب والزنون ان تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ففكرة بقى انك هتدخل الجنة بالراحة في الحياة وبالاستمتاع وبالمتعة ربنا بيقول عن الذين كفروا امتعهم ثم اضطرهم الى عذاب ده اول شرط لازم تعيش حياتك صابر على الفتن الموجودة والاختبارات الموجودة وبتجاهد في سبيل الله عشان تطلع على ربنا اكتر وتنجو اكتر وربنا بقولوا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلى قد اول شرط واللي مش عاجبوا الشرط ده وعايز يدعي ويطمئن بالحياة الدنيا فيقول بقى ان انا كمان ليا دنيا واخرى بيخالف هذه الاية وهو حر الاية التانية ومن يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين من انصار يعني في نوع مش بس هيدخلوا النار ده الجنة حرام عليه من دول الذين اشركوا بالله والآية جات بلفص المفرد ومن يشرك بالله اي واحد يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ينسى موضوع الجنة ده وله ادعى ان الجاه الارض فيها ان الدنيا فيها جنة وعاش بقى منعزلا بنفسها عن الله ومدعيا فقد من يشرك بالله فقد حرم الله انسى وبرضو اهل الجنة لما يبقوا في الجنة هيقولوا لأهل النار لما اهل النار يقول لهم ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله فيردوا عليهم اهل الجنة يقول لهم ان الله حرمهما يعني فيه حاجة حرام يعني الان ربنا لما حرم الشرك وقال لك الحرمات وقل تعالى وقتلوا ما حرم ربكم عليكم اللي تشركوا به فالان الشرك محرم وسهل انك تعمله سهل انك تشرك بالله وتكفر بآيات الله وتبقى عايش مع نفسك كده ومبسوط بنفسك ومبسوط بالحياة الدنيا تشرك بالله يعني انت هنا اقترفت شيء من المحرمات خلاص بسيط فقد حرم الله علي الجنة ومن يشرك بالله يبقى تاني شرط ما فيه شرك عشان تدخل واول شرط الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الشرط التالت او الحالة التالت ربنا بيقول الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها الاستكبروا عنها لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين دول ناس على فكرة ما أفسدوش في الأرض ولا عافوا في الأرض فسادا دول بس كذبوا بآيات الله واستكبروا عن آيات الله ان الذين الذين كذبوا بس بآيات الله واستكبروا عنها مش عاكبوا يعني انه هو الآية دي بتقول كذا وبيتحايل على آيات الله ان الذين كذبوا اوعد كذب آيات ربنا لان الجنة بحد ذاتها آية من آيات ربنا من الذين أو الذين كذبوا بأيتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يالج الجمل في سم الخياط وده الشرط التالت أو الحالة التالت الشرط الرابع ربنا سبحانه وتعالى بيقول للذين أحسنوا الحسنة وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قطر ولا ذلة لذين أحسنوا الإحسان في العبادة الإحسان في الحياة في العمل في الشغل في التعاملات الإحسان إن أحسن شيء أجوة شيء أفضل عمل تقدر تعمله في شغلك وفي حياتك بتعمله مش التلزيء والتركيب والتحايل والنصب على الناس وإنك تحايل في شغلك وتتحايل على بيتك بدون ما تدي لمراتك حقها وعيالك حقهم تتحايل عليهم وتقعد تمنيهم وخلاص الذين أحسنوا أحسن كما أحسن الله إليك فلما تحسن للذين أحسنوا الحسنة وزيادة ده من الشروط من الشروط برضو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ثم استقاموا عندك الإيمان والاستقامة مش اللف والدوران ما تلفش خدور طول ما أنت عايش في شغلك وفي نفسيتك وفي حياتك لإن الاستقامة طريقك للجنة ما استقامتش ما فيش جنة وما تحلمش بيه طيب بعد ما عرفنا بعض الشروط تعالى بقى نشوف الجنة نفسها إيه بقى اللي فيها وإيه اللي مستني عبادة الله سبحانه وتعالى المؤمنين في هذه الجنة قلنا إن فيه جنة المأوى وإن فيه جنة النعيم وفيه جنة الخلد وفيه جنات عدن وفيه جنات الفردوس عايزك تفرق ما بين جنات الفردوس وجنات عدن وجنات النعيم وجنات المأوى الناس مفكرة إن الفردوس هي أقصى درجة في الجنة يعني أكبر نوع من الجنة في حين إن ربنا جاب كلمة الفردوس بس مرتين لكن مثلا جنة النعيم وردت أكتر من سبع تمام مرات لكن الفردوس وردت مرتين لما ربنا تكلم عن الفردوس ما تكلمش عليها بإنها أعلى حاجة في الجنة ده هي نزل ربنا بيقول عن الذين أمانوا وعملوا الصلاحات كانت لهم جنات الفردوس نزلة ما أنت عندك فيه جنات فيها نزل يعني استقبال يعني زي الفنادق كده بينزلوا فيه ويقدروا يتحركوا فيه نزل وفيه جنات فيها مساكن طيبة اللي هي جنات عدن دي فيها مساكن طيبة وفيه عندك الجنات الخاصة بقى اللي فيها ما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما أعدوا لعباده الأبرار اللي هي أعلى الدرجات بيسمها جنات النعيم دي بياخدها الأبرار وبياخدها المتقين إنما جنات عدن وجنات الخلد جنات عدن وجنات الفردوس بياخدها الذين أمانوا وعملوا الصالحات إنما جنات النعيم بياخدها الأبرار والمتقين عايشوف على حسب انت كنت شغالي ازاي ومستوك قد ايه وتجردك قد ايه في اعمالك وفي حياتك وفي علاقتك بالله على حسب هذا الامر على حسب الدرجة اللي بتاخدها هناك لكن اصلا الجنة دي على بعضها كده محرمة على الذين لم يجاهدوا في الله سبحانه وتعالى والذين لم يصبروا في الحياة والذين لم والذين اشركوا بالله دول مفيش جنة اصلا الجنة بالنسبة لللي عدوا من الاختبار اللي دخلوا طيب الجنة لازم تعرف ان هي دي الصورة المثالية والكاملة عن اقصى ما يمكنك ان تتخيله من راحة من هدوء الى ابد الابدين من شعور بالسلام لا يشوبه شائبة من شعور بالرضى لا يوجد بعده رضى الجنة المجتمع الفاضل المدينة الفاضلة تعالى كده نشوف قبل ما نشوف ايه اللي موجود في الجنة تعالى نشوف سيكولوجية اهل الجنة يعني نفسية اهل الجنة اهل الجنة دول الاف نفسهم وحسين بايه وشعرين بايه وبيفكروا في ايه ربنا بيقول ان اصحاب الجنة كلهم بقى بالفئات بتاعتهم بالاختلافات باللي دخلهم واوهم باللي عادين في النزل باللي عادين في الدرجات الكله على بعضه ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكه يعني ايه في شغل يعني مشغولين يعني لما الانسان يبقى في الجنة لو حد من اهل النار فكر فيه فهل مثلا تتفكر انه قاعد فاضي فائل فضى وقاعد بقى يشوف ديه شوية وشوف ديه شوية ووقت فراغ وملل لا ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في شغل يعني مشغولين بالاكتشافات اللي ربنا بيعدها لهم بالنعم وتفاصلها في شغل فاكهون وفاكهون دي معناها جاية من يتفكه او فاكهة فاكهة يعني حاجة بتخلي النفس حتى احنا في اللفظ العام بناخد منها فكهة يعني حاجة بتصر النفس وبتمتع النفس انه يعمله لما بتلاقي الطفل صغير جدا جبت له مجموعة من الالعاب فبتلاقيه مشغول جدا في الالعاب دي فبتلاقي الطفل في شغل فاكه فاكه يعني ايه يعني قاعد مستمتع بيها مبسوط بيها عنده سرور فيها ومشغول به فاصحاب الجنة مش قاعدين في وقت فراغ ومعندهم مش وقت فراغ مشغولين وفاكهين بالحاجات اللي مشغولين به ده اول حاجة في تفكيرهم وفي نفسيته تاني حاجة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمة الا قيلا سلاما سلام سمع الانسان يعني انت لما يكون عندك الان قصور وعيش في الحياة وبتسمع كلام يؤذيك او كلام يضرك او ده ده لانك مش عايش في الجنة يعني الناس اللي بتدعي انها عايشة في نعيم وبيسمعوا اذا يبقى انت طالما انت بتسمع اذا في هذه الحياة بيؤذيك انت مش في الجنة الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة لا يمسوهم فيها نصب ولا يمسوهم فيها لغو اهل الجنة ما سمعهم ما بتسمعش الا كل حاجة نظيفة وطيبة لان السمع جزء من الاستقبال فلما انت تسمع شيء يؤذيك فانت استقبالك هنا سيئ لان ما في نفسك الانسان بيستقبل من الخارج ما يؤكد ما بداخله فهو بيستقبل من الخارج اذا لان بداخله ما يستحق هذا الاذى فده استقبال ده نعمل استقبال اهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا يعني لا يستقبلون فيها اي شيء سلب ولا كذابة ولا اي معلومة غلط ولا اي افتراءة غلط ولا تأثيما يعني مش هيسمعوا فيها جمل بتحتمل كذا معنا الجمل اللي هي بتبقى متلونة الجمل اللي بتبقى لها كذا لون كده ما تعرفش يا رسي على اي بر لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا تأثيما الا قيلا سلاما 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 يعني ما فيش اي رفض عايز تمشي هنا سلاما سلاما اللي عاملية مفتوحة عايز تدخل هنا عايز تطلع هنا عايز تقابل دول عايز تروح لدول كله سلام 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 يعني كل حاجة مو متقبلة كل حاجة جاهزة انها تتعمل مفيش لا لو سمحت دي بتاعت فلان ما تقربش اصلا انت لن تطلب شيء الا ما ينفس فلن تطلب شيء غلط ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يمسون فيها نصب يعني هنا بقى اصحاب الجنة مش من النوع بقى اللي قاعد كده بيقشر لب فمل لا اهل الجنة بعيدة كل المعاني السلبية اللي احنا عايشينها لا توجد في الدار الاخيرة غل الجنة ربنا بيقول بقى وهم قاعدين بيسبحوا بحمد الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله يا رب العالمين يعني هنا في ارتباط بالله مش جنة معزولة عن ربنا فيها ارتباط بالله ولسه لسه هو فاكرين ربنا لربنا سبحانه وتعالى ده فضل عليهم فبيسبحوه شايفين الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا بيقول وجوهن يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة بتنتظر وبتنظر الى الى ربها سبحانه وتعالى انما الجنة اللي مفهاش ربنا ده مش جنة ده وهم ومتاع ربنا سبحانه وتعالى برضو بيقول ان اهل الجنة كلهم بها عندهم سمة مشتركة ان هم بيرزقوا بغير حساب تخيل كده احنا هنا في الدنيا مهما وصلنا فنتعد بارقام حتى لو انت ملياردير حتى لو انت ملك من ملوك الارض اخرك رقم مهما كانت عندك رقم يقوم ايلك سروته تقدر بالرقم ده حتى لو كانت تريليونات فهو رقم اهل الجنة مفيش رقم ربنا بقول يرزقون فيها بغير حساب يعني فكرة الحساب ده مش موجودة ومهما خدهم لن يستطيع اي رقم ان يحصي هذا او يحسب هذا العطاء هذا عطاءنا ففكرة الحسابات لان الحساب نوع من التحديد نوع من الحدود نوع من التضييق نوع من الكمية القليلة اهل الجنة مفيش الكلام ده مفيش بقى حسابات والاحساب ده كله بغير حساب غير بقى كده فيه بقى نوع تاني من اهل الجنة اللي بيفكروا فيه بيلقوه وفاكات مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وربنا بيقول لهم فيها ما يدعون شف نتبوأ من الجنة حيث نشاء اللي انت عايزه اللي انت بتفكر فيه اللي انت بتحلم به هيحقق لان في الدنيا اللي ربنا رسمه لك اللي ربنا ارده لك كنت ماشى عليه فلما انت مشيت على مراد الله ومشيئة الله لازم تاخد بقى ان الجنة تبقى على مرادك وعلى مشيئة فنتبوأ من الجنة حيث نشاء مش نمشي هنا على مراد نحن ومشيئة نحن وبعدين نطلب في الاخرى ان احنا ناخد الجنة على مشيئتنا ما انت مش هتاخد العملية مرتين من امنني في الدنيا اخفته يوم القيام ومن خافني في الدنيا امنته يوم القيام ولمن خاف مقام ربه الدنيا دي دار اختبار لازم فيها تخاف الله لازم فيها تصبر لازم فيها تجاهد لله وابترى من النعم في الحياة ما يذكرك بالله مش ترى من النعم ما يمتعك بالمناسبة لم يرد في القرآن في آيات الجنة كلمة متعة متعة ومتاع بتوصف الآخرة مش الجنة الجنة ورد فيها كلمة لذة لما ربنا تكلم عن المتقين وقال وأنهار من خمر لذة للشاربين كلمة متعة دي كلمة تعبانة جدا ده هي أخيرة هالدنيا وبتوصف مقرنة أبشانات الدنيا وبأبشانات الآخرة فربنا بيقول وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع كلمة ناكرة إلا متاع الغرور متاعا قليلا فدي كلمة بتوصف انغماس الإنسان وشعوره بالمتاع اللي حواليه المتاع دي أصلا وهنتكلم عليها في حلقة إن شاء الله هنتكلم عن كلمة متعة واستمتاع ومتاع بالتفصيل بس في المناسبة عشان تبقى المعلومة كاملة كلمة متعة واستمتاع لم تقترم في آية ورد فيها كلمة النعيم ولم تقترم في آية وردت فيها كلمة الجنة أو الجنات كلمة المتاع بتيجي علشان توصف أبشانات الحياة الدنيا مقارنة بالآخرة لكن لا تأتي للمتعة والاستمتاع والمتاع في الجنة لأن الجنة المتاع إيه؟ ده حاجة تفهم في الجنة المشيئة الإرادة الرغبة مات الدعي اللي بتاتي تخيله بس في دماغك فدي درجة أقصى من المتاع المتاع ده إنك تبقى عايد على كرسي مستريحة فهو ده شوية المتاع إنك تبقى عايد سيارة مستريحة فيها إنما في الجنة اللي بيفكر فيه بيتحق فدي اسمها لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يدعون لذة للشاربين فاكاة مما يتخيرون فكلمة المتعة دي كلمة أعبانة وكل اللي بيركز على المتعة بيفقد اللذة وبيفقد النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عليه لإن لم يقترن المتعة كلمة المتعة في القرآن لم تقترن لا بالنعيم ولا بالجنة فما ينفعش تلبسهم في بعض لإن دي دنياوية بتوسط دنيا مقاراة بآخرة لكن دول حاجات عليا يبقى إذن أهل الجنة اللي بيفكروا فيه بيحصل اللي بيحلاموا به اللي بيتخيلوا به وطبعا لن يتخيلهم ولن يحلامهم ولن يريدهم إلا أشياء كلها في منتهى الروعة وفي منتهى الرقي وفي منتهى السمو ده دول ناس طابم طابم يعني زي ما الملائكة كان بتقولهم على أبواب الجنة أو على حدود الجنة سلام عليكم طبتم يعني خرجتم من الحياة طيبين عديتوا بقى من الاختبارات وعدتوا من الابتلاءات وعدتوا من الفتن فخرجتم طيبين طبتم ونظفتم ده الفرز بتاع البشرية طبتم فادخلوها فالناس اللي طابت دي لن تتمنى شيء سلبي وإنما هتتمنى كل ما يمكن للمؤمنين الصالحين المتقين الأبرار أن يتمنوا أنا عايزة كده تتخيل بعد ما تنتهي الحكاية كلها حكاية الحساب واللي هيدخلوا الجنة متجمعين فأول ما يشوفوها رأي العين أول ما تشوفها فعلا وتبقى على حفة الدخول فيها إيه أول جملة هتجي على لسانك لما تبقى خلاص شفت فرز البشرية قدام عينيك وجاي تدخل الجنة بفضل الله إيه اللي هيجي على لسانك أول جملة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده يعني الموضوع طلع حقيقي الموضوع طلع بجد يعني والإنسان بتحاسب فياخد الكتاب بليمين هيقوم أي لإيه لما ياخد كتابه بيمينه ها قوم قرأه كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية لما ياخد بس ده لسه هو في الحساب بياخد الكتاب باليمين هيطير من الفرحة هيطير من الفرحة أصلا مجرد ما الكتاب يجيله من أمامه وياخده باليمين يعني من أمامه فيقرأه هيبعز كل ناس تقرأه ها قوم قرأه كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية شوف الجملة اللي قالها إني ظننته نفس الجملة دي هتتجسد تاني أول ما يشوفه الجنة فحلا فيقوموا آيلين وقالوا الحمد لله إن الكلام ده طالح إيه الحمد لله إن إحنا ما عيشناش وتحدينا المجتمع وتحدينا البشرية كلها في مفاهيم غيبية ما كانش فيه أي غيب صدقنا ربنا بالغيب من خشي الرحمنة بالغيب بكلها غيب فالحمد لله الذي صدقنا وعدة وأوراثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء بالمناسبة الجنة هتبع على الأرض بس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ساعتها معلش إحنا هنا بنختبر هنا في الأرض دي ساحة الاختبار فاللي هيصلح واللي هينجو هياخدها سياخدها بعد التعديل بعد التهيئة بعد ما تبقى هي جنة بقى يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات ساعتها بقى ربنا بقول وأشرقت الأرض بنور رب مش أشرقت بالشمس خلاص معادش بقى ما الأرض محتاجة شمس ولا عادة الأرض فيها بقى بكتيريا ولا فيروسات ولا تحالب أرض تانية هذه الأرض التانية أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ إلى آخر الآية زي ما أنت هنا في الأرض كنت بتتعامل مع الفتن وبتعديها وبتتجاوز الصعوبات وبتتحرك إلى الله وبتتحرك في سرات الله زي ما أنت هتكافأ بجنة هذه الأرض لما تتحول حتى الصالحين هو يقوله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدة وأوراثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين يعني أوراثنا الأرض نتبوأ من الجنة لأن الأرض والجنة هيبقوا واحد في الوقت إنما بقى اللي هيبقوا في الجحيم الله سبحانه وتعالى أعلم الجحيم ده هيبقى مكانه فين وشكله فين لأن الجحيم لن يكون عن الأرض لأن الأرض هي هتبقى الجنة فهتتبدل وتتحول إلى الجنة وبالتالي يرث المؤمنون والصالحون تلك الجنة بالمناسبة كان في حديث للنبي بيتكلم عن إن ربنا أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فطلع ناس يقولهم إن لأ إن الجنة فيها حاجات شبه اللي في الأرض بدليل الآية اللي بتقول كلما رزقوا منها من رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأوتوا به متشابها الناس دي لبست الآية وفيهم اتغلط ربنا سبحانه وتعالى فعلا أعد لك في الجنة حاجة الاسم شبه الاسم لكن المضمون غير المضمون يعني في الجنة فيه أرائك الدنيا فيه أرائك بس أرائك الجنة حاجة ما يغرقش إن الاسم آه الاسم والشكل العام أو الوظيفة العامة متشابهة بس ده حاجة وده حاجة الجنة فيها أشجار والدنيا الآن فيها أشجار بس دي حاجة وده حاجة الأشجار اللي هنا بتايبس ووراقها بيقع ممكن تتقطع بيتلاقي فيها تعبين مستخبية هناك لا فمش معنى تشابه الأسماء يبقى أنت يوم في الجنة هتقول إن إحنا أخذنا زيها في الدنيا لما كنا عايشين في جنة الدنيا أصلا لا الدنيا فيها جنة ولا أنت هتاخد نفس اللي هتاخده هنا الآية بتقول كلما رزقوا منها من رزق جواها وإنت جوا الجنة كلما يجي لك رزق هتقوم أقل قال لا مش داني لسه أخده مبرح مش داني لسه أخده من ساعة لا وأتوا به متشابه أو ربنا سبحانه وتعالى بيطلع لك من التفاح خمسمائة ألف صنف من التفاح وكل صنف له لون وشكل وملمس ومذاق فكلما تاخد صنف تقول قال لا مش ده تفاح زي اللي فات آه بس يموت شابه مش هو مش ده بقى معناه إنك لما تمسك تفاحة الجنة هتقوم أقل آه ده شابه تفاحة الدنيا ده احنا قوتين زيها في الدنيا لا أنت ما قوتتش زيها في الدنيا باش وأعتفكر إن اللي في الدنيا الأسماء اللي في الدنيا دي يوم القيامة أنت هتفتكرها أصلا يوم القيامة ربنا أو أحد الجمل بتقول إن اللي هيخش في النار وهيغمس في النار هيقول له هالذوقت نعيم قط هيقول له يا ربي بمان ذوقت نعيم قط واللي هيدخل الجنة فيقول له هالذوقت جاحي من قط هيقول له لا هيقول له ربي ما فيش حاجة تتقارن فما تعودوش تبررهم إن الجنة فيها الدنيا أو الدنيا فيها جنة بالافتراء وبتلبس آيات كلما رزقوا في الجنة من رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وقطوا به متشابهة ولون فيها من كل الثمرات لو هتفكر إنك في الجنة هتفتكر أصلا الدنيا إن كان فيها حاجة لن تتذكر حاجة من الدنيا أساسا إلا الأحداث بقى زي أحد الحاجات اللي أتحصل في الجنة إن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض لأن في الجنة في مجتمع فاضل زي ما في النار في مجتمع خبيث يعني زي ما احنا عيشنا في الحياة عيشة اجتماعية وسط ناس بقى ملونة على ناس كويسة على ناس بتشتم على ناس بتدلس على ناس بتظلم في ناس على ناس بتقتل الدنيا ملونة مجتمع ملون في الآخرة المجتمع هيبقى لون واحد الجنة كلهم نضاف وبتوع النار كلهم مجرمين ففي مجتمعات بقى هتوعى بتتكلم مع بعض فأهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلهم وبرضو أهل النار هيعودوا يتكلمهم قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إن كنا لكم تابعا ويجي الشيطان في النار وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم إلى آخرة يعني ده معنا أن في مجتمعات هناك زي ما هرح أن هنا في مجتمعات وليه العدالة بتاعت ربنا والحق أن النهاية تبقى مجتمعات مش هتبقى فردية بس مجتمعات عن مجتمعات تفرق فالمجتمعات اللي في الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وربنا بقول حسن أولئك رفيقة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة يعني في رفقة وفي مؤابلات واجتماعات ففي أحد الاجتماعات وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال من الأهل الجنة قال قائلهم منهم إني كان لي قرين كان فيه واحد صاحب لي أو شيطان أو قرين أو خليل إني كان لي قرين قرين هنا نكرة تشمل بقى الشيطان أو تشمل صاحب في الدنيا أو تشمل قرين في الدنيا بيدعي ليك وبيعدي يضل فيك زي في ناس كده تلاقيها بتوضل فيك ومصر على الضلال يعدي يصر على المعلومة الغلط ويصر على الضلال إني كان لي قرين يقولوا أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكننا ترابا أئن لما بعثون فبيقول الشخص ده من أهل الجنة اللي بيقول كان لي قرين بيقول ولولا نعمة ربي كنت ضيعت كنت أصدقه يعني في الدنيا ما أسهل تصديق الكدبين القرين الكدبين دول أصلا ممكن يبقى قرينك الشيطان اللي معاك الشيطان ده ما أسهل أنت تصدق فهو اللي من أهل الجنة بيقول لولا نعمة ربنا أنها جات لي كان زمان أنا كنت خلاص على وشك أن أنا أصدقه ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين كان زماني بقيت متأيد ومحضر معاه المتعة بقى مش المتعة الروعة الجمال أنه هيقوم الشخص اللي بتكلم ده هيقوم مفرج صحابه من أهل الجنة على القارين ده فيقوم يقول لهم قال هل أنتم مطلعون تيجوا تشوفوا معايا هو فين الله أعلم بقى هيتطلع ازاي هل مثلا هيضغط بصبعه كده على الهوى فيتفتح له شاشة أو يشوف أو تبقى نافذة علوية مثلا يتطلع من خلالها على صاحبه أو على قارينه الله أعلم اللي اتطلع ده شكله ايه المهم هيقول لهم قال هل أنتم مطلعون يلا تيجوا معايا نشوف صاحبنا ده أو القارين ده فين الوقت يلا قال هل أنتم مطلعون فاتطلع دي حاجة مش موجودة عند أهل النار يعني أهل النار مش يقدرهم يضغطوا على حاجة يلاقوا أصحابهم في الجنة عايشين إزاي لا أهل الجنة بس هم اللي عندهم الـ option ده قال هل أنتم مطلعون فاتطلع فرقاهوا في سواء الجحيم ساعتها ووراه للي حواليه شوف شوف التمييز اللي ربنا بيعمله تمييز وما تقولش بقى طبقية لأن ده يستحق ورب وفضل ربنا ده كان بيكفر بالله جهر النهار هم بيكذب بنعمة الله وبيكفر بالله خلاص في طبقية ده هيشوف ده إنما ده ما هيحرم من إنه يشوفه وهيوري لصحابه قال هل أنتم مطلعين فاتطلع فرقاه في سواء الجحيم هل بس كده وخلاص لا ده هيكلمه قالت الله إن كت لتردين ده أنت كنت يوم من الأيام كنت هتضيعني والدعر أبتي وروح منك لله كنت هتضيعني قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين شوف يعني هيحصل لكن التاني بقى القرين بتاعه اللي كان معاه في الدنيا مش هيعرف لا يرد عليه ولا يجاوبه ولا لا يستطيع ودي من الأوبشينات الممتازة اللي هيخدها لمعليش ما أنت عيشت هنا في الدنيا وسط فيتن والناس كتب بتضحك عليك والناس كتب بتضلك والناس كتب بتخدعك فلازم تشوف مصرهم ما أنت مش هيضلك هنا وهناك مش هيختفي ما فيش في الآخر اختفاء ما فيش في الآخر ساتر اللي كان بيهتك ستر الله في الدنيا كل ناس هتتفرج عليه في الآخر ولما يبقى أهل الجنة في الجنة هيبقى من حقهم هيبقى في القانون بتاع الجنة أن من حق أي واحد يتفرج على صاحبه اللي كان في الدنيا اللي كان بيضله اللي كان عايز يضله هيتفرج عليه قال هل أنتم مطلعون فاتطلع فرقاه وكلمه كمان والتاني أخرس لا يستطيع أن يكلمه لا يستطيع أن يرد عليه لما هو يقول له طالله إن كتا لتردين التاني مش هياع فيه فتح بقه ويقول له لن يستطيع هي دي عدالة الله لأن في الدنيا سركت مقلوبة في الدنيا كانت الناس دي بتكفر وسوط المؤمنين ضعيف وسوط المؤمنين يعني لا يسمع لأن الإيمان وزي ما ربنا قال حتى إذا ذكر الله وحده لما تيجي تتكلم عن ربنا وحده لما تيجي تنصح الناس بربنا وحده شمأزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تيجي تتكلم عن الله والدار الآخرة تشمأزوا قلوبهم وسوطهم يبقى عالي ويعملوا يعني تعالى شوف تعالى شوف الذين يتشمأزوا قلوبهم من الله تعالى شوفهم في الآخرة خرز لا يستطيعوا أن يتكلموا والمؤمنين يطلعوا عليهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين ومن المتقين ومن الأبرار الذين يدخلون الجنة ويتنعمون في هذه الجنة ويكونوا في الدنيا من الذين جاهدوا والذين صبروا والذين أحسنوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ما يعلم الصابرين أنا عايز كل واحد فيكم اللي عايز يشوف آيات الجنة في القرآن يكتهد الآن ويحسن ويصبر على الفتن ويصبر على حياته ويصبر على بيته ويصبر يصبر فلما تبقى من الصابرين بشر الصابرين بأن لهم الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله في حلقة جاية بقى من الحلقات الجاية هنتكلم عن التفاصيل بقى الخامات السرير الأرائق نوع الأشجار نوع التربة نوع الهوى تفاصيل في الجسم تفاصيل في الأكل في بعض كده التفاصيل هتتغير في جسمنا هناك هتبقى أحسن زي طبعا إن ما فيش إخراج ولا بول دي تفاصيلة كل الناس عرفها لا في بقى تفاصيلات أدق من كده في طبيعة جلدك وفي حواسك وهل التنفسك هل هيبقى فيه تنفس ولا التنفس مختلف لأن التنفس في الدنيا نقطة ضعف للإنسان فبتوع النار هنتكلم عن موضوع أهل الجنة دول بتنفسهم ولا لا ولا فيه حاجة تانية بديلة ويتار الخامات بتاعت الأرائك اللي بيقعدوا عليها والأسرة اللي هيبقوا عليها متقابلين والغرف اللي هيبقوا فيها والجنات لأن انت هيبقى عندك جنة وجواها جنة وجواها جنة فيبقى عندك كذا جنة جواه بعد كل المسائل دي إن شاء الله نتكلم عليها في حلقات جاية والنعم والروعة واللذة والأنهار من لبن عمرك شفت نهر نهر بيمشي أبيض أبيض خام كده أبيض لون اللبن ولبن طعمه لبن لم يتغير طعمه وعمرك شفت نهر لونه زي لون الرمان لونه أحمر يعني بديع اللون وبديع الريحة وبديع الطعم أنهار من خمر لذات للشاربين وعمرك شفت أنهار زي ما ربنا بقول أنهار من ماء غير أس وأنهار من أبء من لبن وأنهار من خمرة لذات للشاربين يعني الأنهار إحنا ما عندنش هنا في الدنيا إلا أنهار واحد بس أنهار الماء بس الشفافة في الجنة فيه مئة نوع من الأنهار أنهار من ماء والأنهار ده درجات وكثافة ولزوجة وأنهار من عسل مصفا لزوجة أتقل شوية ولزوجة أخاف وروائح وعسل مصفة ولبن يعني اللون النهر اللي احنا متعودين عليه هنا ده اللي هو لونه أزرق شفاف أو لبني ده اللون ده إحنا في الأخرة هنتعود على ألوان تانية إحنا ما بنشوفش هنا لأوبشن واحد بس في الأنهار هناك لا هناك الأصل بقى هنا على فكرة هنا الفرع هناك الأصل هنا الصورة المصغرة هناك الصورة الأصلية يعني الأصل إن ربنا خلق لأشكال دي في الجنة فكان بس بيعمل في الدنيا بعض التكسيدات منها بس يا ترى تتخدع بها وتطمئن وتفرح بها ولا يبقى تركيزك على موعدك الله به فلا تنخدع ولا تغرن الحياة الدنيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ومن الأبرار الذين يعيشون في نعيم وتعرفوا في وجوههم نظرة النعيم والذين يتقابلون مع أصحابهم من أهل الجنة ويرون الآيات التي يعدها الله سبحانه وتعالى ثم يقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعد وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء إن شاء الله في حالآت جاية نتكلم عن الخيمات التفصيلية وما أعده الله لعباده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته